موسيقى التقافية والريادية من أجل مناقش هذه القضية نستضيف سي يوسف ساكس صحفي ونستضيف أيضا سي جواد الرصام عضو مجلس مقاطعة سيد بليوت سي يوسف مرحبا بك مرحبا استحمد وشكرا لك مرحبا سي جواد سي جواد مرحبا بك شكرا على استضافاتكم في برنامج قيم سي يوسف أولا القراءة لك أن مجلس مدينة الضار بيضاء مصرف ولو درهم للجمعية التقافية والريادية علما أن مجموعة من هذه الجمعيات يعني تتعول لدى المنحة والدعم الذي يخص هو مجلس مدينة الضار وبالفعل كما تبعنا في المنحة الضار آخر دعوة المجلس المدينة الضار بيضاء تم تأجيل نقطة المتلقة بتقديم دعمه وسعادة الجمعيات في الثلاث الفورو دياله سواء التي تشتغل في القطاع الاجتماعي ونفل القطاع الرياضي ونفل القطاع التقافي طابعة الحال موسوش هو واحد صيغة للتوافق داخل اللجنة من المنحة الاجتماعية ورياضية والبيئية خلال اجتماعي الذي وصلت في قرب 1 من العشر الصواحي إلى الثالثة من الصواحي اليوم الموالي ونحن كانت لديهم اجتماعي ماراتوني الذي حلو المشكل بسيطة كان ممكن غير الموظفين والتقليين الجاميع يجب أن المشكل بأن اليوم الجامعة عندها واحد من الصرق مياه هي التي كان يسمى بالانتقاء القبل الملفات في ناحية تجربة في 2012 الذي تركموا اليوم التقربة في قرب 1 أو 2500 ملفة في الجامعيات كانت تطالباً. وصلوا إلى الحل أنهم لم يرغبوا حلوه ويجعلوا الملفز خصوصاً بعد مضعه ثلاثة أو أربعة للمعايير لتحديدهم من الجمعية التي لا تفرش المعايير والتفق والتصداق والمصادقة في المجلس المدينة في دوعة في 2022 ومعايير تقريباً الثلاثة هي الأهم وهو لا يمكن أي جمعية التي تستفيد من الدعم والمساعدات لتنازل المصالح مثلاً مستشار جميعيه أو موظف جميعيه هذا هو معايير أول المعايير الثاني هو الجمعيات العائلة يجب أن المجموعة الجمعيات لديهم باقت وعمت ومو ومرت ومن نفس أعضاء المكتب الموسي يجب أن يكون هذا الشرط وحيد ومواطعته يجب أن يكون مقاعدة لديك جمعية العامة لديك تحصيل لديك تقدم التقرير المالي والآدابة في الجمع لديك مكتب لديك حساب في البنك إلى غير من المعايير يجب أن يكون مقاعدة لديك المعايير بعد ذلك، وصلنا إلى هذه المرحلة فيها الشفافية وفيها المسؤولية وفيها الوضوح ما يقع في الاجتماع الذي يقع من الثلاثة الثلاثة الصباح أن بعض المنتخابين رأيت أن الجميع الذين يجلبونهم وذين يدافعون لهم تقصعوا في الأول ولم يدعون نحن نصدق وقررت العمدة بفترة المجلس للطور في 15 ميلا أنه يجل الطورة إلى حين يقع هذه المشكلة ع لأنه يصلنا إلى 114 ميل that will be able to pay for 159 ألف ويجعلوا مفاديا وفيما يتقعون ميلا أنه يحتاجون إلى الخازين الإقليمي ويحسإنهم ويا قائلا أنه يُستخدمون لدعب المنزعين هذا النغة الذي يتكون من المزيدة في السلسان يساو يوجد أنه طلب مجموعة من الناس تقول أنه ليس أي جمعية تأخذ دعمها. ولكن رغم هذه المعاييرات حتى نرى أن المجلسة عجز على حل المشكة الجمعيات. والبعض يقول أن تدخل فيها حسابات سياساوية. بطبيعة الحالة سنبدأ من السالة الأقس ساكت. مساعدتي قال بأن هناك بعض المستشارين رأيوا الجمعيات التي تأخذها. إذن مجموعة من الجمعيات التي يدفعون بالفات والجمعيات التي في الأول الأخيرة هي جمعيات بين قوسين تابعات أحزاب. وهو الذي يطح فيه هو مجلسة المدينة. أولا مجلسة المدينة خطأ كبير. وهو قسم الجمعيات إلى ثلاث تصنيفات. وبتالي التعامل يتعاملوا مع الجمعيات الاجتماعية وفي هذا المنص الصعاد. هذه المسألة كثيرة. نقول لك أيضا أن الانسي جمليكيين داخل المكتب. لأن هناك المفوض اللاعب في الجانب الاجتماعي دار منصة. وبين قوسين منصة في عاما يتقال لأنها مجموعة من خلقات. هل تقول لك المشكلة في المنصة لأن الناس الجمعويين يتفعون بالمنصة؟ الثاني هو أن قلنا الرياضي وقلنا التقافي. وبين قوسين منصة. ما هي الرياضي؟ ما هي الرياضي؟ هم الجمعيات التي تتلعب بطولات. أو الجمعيات التي هي الرياضية التي تتعاملها في أدفها. وهذا هم الجمعيات التي لدينا فعلا حقيقة. أما التقافي فلا نفهم التقافي. هناك المكان البيئي. يجب أن نرى التقافي لديهم قانون تيب. يدرون كل شيء. لأنهم يصنفون فرصهم في الخانة. فيما يتعلق هذا المنصة. فعلا دعونا لدينا السيدة النائبة العمدان. لدينا الجانب الاجتماعي. وبدأ ستشرح لنا هذا المنصة. وتناقشنا معه. وعطينا بعض العيوب الكثير. وأول عيب من العيوب. وهي السريات للمعلومات. أنا أريد أن أعطي مثلا. معلومات مكتب ديال هذا. وليقات ناسيونال. والمهنة. وكذا. وكذا. وهذه المعلومات التي تصربك. يجب أن تناقش أمام الجميع. وهو هناك البورتسكوشي. وهذا قانوني. يجب أن تتعامل معه. لأن المجلس المدينة. يتعامل المستشار والنائب. يتعامل بديد نفسهم. محلرة. لا يوجد مكتب قانوني. أو يدارة قانونية. التي تتبعها. غير أحد أمن. بزيب دير الأمور. أما أن الدار من الصال. فهي المبدأ. نحن معه. تكون أحد من الصال. وعن نوع من الشفافية. وعن نوع من مصداقية. وكذا. 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 تكون تحقود بينها. وبين المجلس. على برامج. نحن نعطيك. وكيف تتطع المبالغ التي تتطع. من الإفات المنزل. ومبالغ التي تتطع. ما تتغير. ما تتغير. على حساب العلم. في السنة التي فات. بدأت خمسالاف. خمسالاف. تمنى ألاف. عشرالاف. تمنى يمكن تقديمها. تحقود خمسالاف أحياء الهدف. ما هي من المنزل. كيف تتطع المنزل على العمل التي تتطع أن تتطعوا. تقسيم إنهم. تقسيم جمعيات التي يتم قبول. ملفات داخل المنصة. ومطنية أصدار أنها ستمنح أملا. لذلك يتم تصويت داخل المنصة. بمعنى الجمعية قدمت مجموعة للدعم النساء للفضعية الشاعرية أو الأطفال المعاقب لذلك يتم تصويت داخل المنصة من طرف اللجنة الإجتماعية والتقافية والرياضية. إذا كانت تصويت أصوات 18 أعطينا الجميع عندها. لذلك كانت تصويت أصوات 10 مليون ونمو ممكن 10-15 ألف طرهم. من بعد أن تكون أقل 10-15 ألف طرهم. وقد قدمت أحد مجموعة. ما هي النقاش؟ لا، مبالغ هذه هذه. هذا مبالغ هذه المنصة. ما تشاهدت السياسة داخلها في النقاش؟ طبعا الحال، اليوم الجامعة موقفة. موقفة الجانب التي لديها علاقة بالدعم. نحن نعرف الآن مليون المجموعة. لا يمكن أن نضع كل شيء في كفة واحدة. لذلك اليوم، لا يمكن أن يكون مدني عامة، وخطاب ملكي، واضح في سنة من السنوات. طبعا الأدوار دياله. والدستور اليوم يقر بمسمة الديمقارضة التشاركية. لا يمكن أن تقدمه اليوم بدون مجتمع مدني. اليوم، نحن نخخص الأمور، مجتمع كل الجميع، نحن نخخصهم في هذه المبالغ القليل التي يمكن أن تدخل. كيف حدث؟ نحن نخخص العام مين حسنة؟ نحن نحن نجد. فهذه المنحة لم يكن لا تزيد. ومع ذلك لم يكن يزيد الحوز في إطار المساعدة. لذلك يجب أن نقش في الواجهة وإن في الواجهة ليست. لذلك يمكن أن نقش في الواجهة لا تزيد. وعلى أن نقش على المنحة، وكما يرتفع في القطاع الاجتماعي، يمكن أن تتعرف ممكن أن أتجاب أن تزيد. في العام ستوزع إلى ١٠٠٠٠ جمعية وقسمتها ستجد المبالغ العزيلة لكن هذه هي المشكلة نحن نقش نفس القطع الاجتماعي والراضي والثقافي وأنه يتفاوت عن مستوى المقاربات اليوم نبالي بأن أحد الناس الذين هم أوري مولهان وعبدالطف الناصري الأول ممكن لهم القطع الاجتماعي كجمعيات ومكلب القطع الرياضي والثقافي عبدالطف الناصري بناتهم أكيد بناتهم شحوي جيبهم من عين الشوق بناتهم حزازات في السياسة إلى الرياضي حزازات في السياسة أدرج النوع بتعبائيس بمنطقة واحدة لأنه عندهم نفس القطع تقريبا خاصة من الجوجة شد القطع الاجتماعي وشتقها في الرياضي لذلك المفروض لدينا قطع واحد لدينا نفس المعاية لذلك المعاية تم اتفاق عليها لتنزع المصالح الجمعية العائلية الميلة في القانوني ودارنا لها من السرقمية في القطع الاجتماعي للجمعيات في الشوق الأخرى مدار لذلك نعمل مع أخرى ونعمل مع سياسة أخرى بما يسمى بالشركات والاتفاقية والدعم المباشر لغير المباشر الجمعية عن طريق جمعات الرياضية وعن طريق الشركة الثانية المحلية وهنا نقل هذا السؤال الذي يجود كيف نفهمه بأن جمعية الرياضية لا تتصل لها بالدعم وأن الرجل والويداد يتحدث عن المال ما هذا هو يعني وأن الرجل والويداد لدينا الجماهير عند المكسب ومقاربة أخرى يمكن أن تناقش في مجلسة أخر في باب آخر لأننا نظروا على الرجال والويدات ونظروا على جوجة الاندي عارقة والتي تمثل المغرب والجوجة الانديية والتي لديها واحد الكتلة لا نقول لديها خيوة لا يحتاج لديها 500 مليون يقومون بتقطير واحد الفئل لمقدرات الجمعيات الطرعة ونرى في الملاعب كيفية عملية التقطير وكيفية التنصيق الناس مع الجهاز الأمني إذا انت لابوا أدوار أمنية حقيقية أما بين البقية هذه الجمعيات الأخرى فهي مكينة بين قوسين بادارة الجمعيات الحقيقية التي كنا نعفوه في المغرب والتي هي هادئة وتتشتغل ونرى أدوار كبيرة وتقلب على دعم خارجي سواء حارج البلاد أو مع القطاع الخاص وهذا هو اللي خصتنا أن ندروا واحد الوقفة قد تبقى لنا أم الجمعيات التي تابع لنا أن ترى كل مستشار ونرى أحد أن تحرق ونرى أموال في تحضر وشرح الفلوس ونحن يحرق ونجد أدوار كبيرة ونبوها هو قانوني آخر جديد نقول لك ربما أن هناك مجموعة من معايير حطوها مجلس المدينة وهي معايير غير قانونية كيف يعقل أنك تطاظبها قانونية بحكم مطرر جمعي؟ لا تصل إلى هذا الجانب لأنه لتمنع جمعية من حقوقها لو تقولون أنك موظف لا لديك العقل أين يتجهلنا التضارب المصالح؟ هو عنده جمعية معانية دي الموظفين أنا هذه جمعية دي الموظفين كانت تضاربها على جمعية مستفادة وفعلاً كانوا جمعية الموظفين كانوا يقومون بعض الأدوار في البريود كبيرة تغطير أبناء دي الموظفين وكانت تمنعهم أو جمعية العائلية من ناحية الأخلاقين ولكن من ناحية القانونية لا يوجد حق تمنعهم ما يخصص يمنع الجمعية هو السلطة بما أن نستطيع جمعية سوف يتعامل معي بذلك نعم وهي رقصة توفر لأن خاصة هذا الشيء تحصل في علاتي وخاصة تغيير القانون لأن خاصة القانون يكون واضح حدنا لأن من كشتبه جمعية تأسس وكذلك أعطيني لا غير أن تأسستي لغايات معي لديك لأن تتقلب على الدعم ومجمعاتك وصول السؤال له أدل الجمعية في الدار بيدا ميثينين وربعين وميثين وخمسين وميثين وخمسين أعتقد أن تتقاهم ماذا يقدمون المدينة الدار بيدا وعلاج دائما تعتمدون على الدعم وكما على الهزالة دياله وكين النقاش فإن كالجاوة هذا وقت نائق مهضور وهذه أموال مضورها لأن اليوم في موقع اليوم دائما الموجهة المدينة للجمعيات في منظومة التنمية اليوم وليس فعلا نحس بأن الجمعيات شارك أساسي دائما ودائما المنتخبئ ودائما ودائما في رهانة التنمية ولكن كنت أتوقع لكي أصدعونا اليوم في موجهة المدينة من أجل الموجهة الحقيقي فعلا اللي ممكن الأبضاع وعقيلة لأولي في الجمعية الكبيرة الجمعيات الوطنية الجمعيات اللي عندها المنفئة العامة اللي محاسبة لا يحتاجش أنها تشدمينها لأن الجمعيات تنسابها في خلال العمل الصحافي تنسؤولون الناس تقول ما تدفعو الطالب دائما لكي يقول كل حالة معمولة الجمعيات اليوم التي تأتي بشاركات تقدم الفلوس تقدم مرفق عمومي تقدم استثمار لكي تدير أفكار طبعا أفكار وكتأتي وكتأتي كيف يتفعو التفاقات والعدو والمجتمعات الحقيقة التي يريدون أن يكون اليوم ليس الجمعيات اليوم للأسف اليوم لما جمعات مثل بارب أو بإمكانيات وضرها الكبيرة وقفين على ملفات الـ 506 جمعات كيف نحرم وكيف نحرم وكيف نحرم وكيف يدير معيها لغيرتبالة سيوسف خلال الدورة المجلس أنها تترحموا في الجمعيات تتكون عوضة مع الملفات والأهم والذي يتظهر لي والذي يريدون والذي يكون محلنا بحل باقي الدول التي تعتقدون منها أنه خاصة للجامعة ترى المزيدة وكيف يتسهر بإمكانها خارجة ويتضع المشاريع ويسيق على المشاريع ويجعل الجمعية تقدم عليها يعني بحل شي طالب أعرض والذي قادر وفق الشرط يدخل ويشارك وأنا مع التجربة التي نجحها هو الأوراش تجربة أوراش تجربة أوراش وعود لك أيضاً لفلوس والتجربة الأوضاء ومعاركة الشركات في تلمية منطقة تتبع لطراس تتبع للك الواقع ولو ممكن أن يكون هناك أشياء تحسب القضاء وكيف تتبع هذا الشيخ لأن هذه الجمعية جاءت، كيف تصبح لنا المقابر؟ يبال لك النتاج، أما لكي نعطيها الجمعيات، ونعطيها الجمعيات، ونعطيها الجمعيات. ما هي مراقبة؟ من بعد أن نحصل الجمعيات على الدعم، كما كان كبير أو صغير، ما هي مراقبة؟ ما هي مراقبة؟ ما هي مراقبة محاسبات دقيقة جداً؟ وخاموا مدين واحد النظام يسترد للمحاسبات، ومن الشرط التي يمكن أن تكون، ما هي مراقبة القبلي، ما هي مراقبة الوزارة المانية أو الخازين عن طريق الخازين الإقليب والإلجائيات، والذي يراقب بعض المآيات والشروط، لكي لا تكون لديهم مراقبة. من بعض الأمور، يمكن أن تقدمني تقارب مالي، مثلاً، مثلاً، أنا صرفت، أريد أن أعطيتني، وما أريد أن أعطيتني، مثلاً، أعطيت تعويض لأحد أحد يتعاودي، وإنشرت مقعد أو كرسية، هذا شيء بسيط، لأنه لا يوجد الأطار، أنا أريد أن يكون اليوم، المشامعة المدني، يكون لديهم مراقبة على المجتمعين، ومراقبة على الفئة المستقبلة، ولكن هناك خير أخرى تقول بأن هذا البلوكاج الذي يدير المجلس المدينة هو تأتي ضد العمل المشامعة المدني، وهو تتحدم من دور المشامعة، يجب أن تتعاونه، يجب أن تسهل المؤمور. هذا هو السببك، هذا يجب أن تتعاون، هذا يجب أن نحيض هذا المصطلح، لأن الجوجو ترتقي بخاطئ، أنا كجمهية، مثلاً، كنقدم مشروع؟ لا، أعتقد أن الجمعية تقدم مشروع 5 ألف، أو 20 ألف درم، ويكون لديهم مشروع كبير كبير، يتبقى 100 ألف أو 200 ألف. الجمعات تتقشر مع هذا المشروع، وتموتوا 1 ملاد أو 2 ملاد أو 2 ملاد أو 2 ملاد. لم يكن هناك الطرف احترام المشروع، ولا جميع تحترام المشروع، لقد أتاك أنت جمعية، أعطيتني من 10 ألف درم، بقول لهم، لم يكن لديك مشروع، كيف تتاياسك؟ نحن تأخذ هذا الموضوع. أو أنك تقوم بحرائه من الإسبابة والمقصوم ندخل بإمكان المقصن العمل الذي تم أخذها anlamاءات، أن تؤخذ هذا المحتوى بحرائه لعمبادة. تطعطى بعض الجمعيات التي يستحضر لأحذاب المسيرة، وهذا خلاصة وهذا فلوس تتطور بعض الجمعيات مثلا أننا كانوا في الدورات وكانوا شوفوا كونهم الذين ينوضوا أغالبيات مثلا ما نقولوا لفوضاء كي طالبوا بحققهم وهما الجمعيات التي لا تستفيدوا والتي هي من المعارضة اللي تأتيتها بعد أعزاب غراء وما نصفوهم كذلك تبقى مسألة بحقق لو أنهم تنصفوها وما ربما يشوفوهم كذلك كنت تشوف نائب العمدة في منصة رسمية كنت أقول بأن رقمنا هذا من الصحرق لم يكن قطع ما يسمى باك صاحب لا تقيم اليوم لا تقيم الناس من المدينة تقيم الناس بأن المرحلة السابقة كان في أخوار وقائد كان في أخوار وقائد كان في أخوار صاحب ونحن اليوم كيف نعدهم عنه اليوم وشكينا إرادة اليوم فعلا عند المكتب وعند المسؤولين إلى هذه القيطة ومتاخبين قطعوا مع باك صاحب أو لا الحكاية بدأت هي أصلا من أحد المقاطع من هذه الجمعيات كنت تنصفوها كنت تنصفوها بمقاطعات في إطامة ما يسمى بالعمل عن قرب والجمعيات والقوة سياسات القرب كان عندي مجموعة للجمعيات عندي واحد البيت جيكي يمشي ليها مباشرة كنت نوزع اليوم ومن ناحية تليهم هذا لا تنصفوها لا تنصفوها لا تنصفوها من ناحية تليهم هذه المزيزيلة أكيد تشوف نحن النظام كيف نشتغل اليوم وخاصة نصفوها وخاصة نعطي لفلوس لكي نصفوها ونجعل الجمعيات لكي يمشون منافذ لا تنصفوها لا تنصفوها لا تنصفوها لا تنصفوها لا تنصفوها لا تنصفوها ولا تنصفوها منافذ واقفة للجمعيات ما هي يضع رهانات اليوم لم تطرح ألم دينا بها الضربية. ماذا اليوم كان ناقشه؟ هذا هو السؤالي وإستجاوض ناقشه على المستقبل في 2030. وهي الضربية دفعها رهانات كبيرة. وكما قال سيو سبقت ناقشه المشكلة على الجمعية. بالعكس. في وقت كنا نحلل المشكلة. رب حل يرجع للنور. لا. دعنا ندرغوه. ماذا بالغربية؟ هل تنهضروا على شيئ ما يسمى منصة. منصة شيئا. لا يمكننا شيئا. هذه استعمالي. يمكننا أن يطلبها أي مستقبل. لا يمكنك أن نكونوا منظروا. لأننا رأناها. يدخل فيه معطايا هذه. جمعية فلو فلانية رأيسوا فلو فلانية. على المكتبات. يدخل القانون تقصد سكيني. تقصد سكيني. تقصد سكيني. تقصد سكيني. تقصد سكيني. لا. كما يقول لك. من ويدخل ذلك شيئ. وماذا يدخلوا بالغربية. ويجب لي الوراقي يجب لي الوراقي تضعون له مدين يعني مدرناه ولو مدرناه ولو يعني غير مسألة دي لقصك الضخل وكيني العودين للجميع ثلاثين لكيني ما عندوش حاسو وكيني ما تتعرف يتعامل معا بشكل وحي يجب لي حناية مثلا في المقاطعات في الموضفين في المصلحة الاجتماعية ويقول له دخوله ما تتعرفش يخدم بغعزه بالعادي ويقول له ما عندوش الانترنت ما عندناش الانترنت في المصالح باش اننا انتماش جاوين هذه مسألة غير عام وغيروا يديروا بعض الاجتماع المشكلة وهو الحقيقي هو أن مجلس المدينة ما عندوش رؤية حقيقية لأنه كان عندو رؤية في الجانب هذا كان على الأقل هذا القطاع كامل هذا اللجنة اللي فيها نواب هنجوج يتجمعوه وعطيونا تصور واحد حقيقي لأن دار الفرسيون تاني الفرسيون الأولى را كانوا يجابونا واحد مرة وانا دارنا انا وانا بعدها ما عندي وانن نودعين عادنا على ملاحظتنا وانا نجح لدينا هذا البواب عندي أخرى بها نائبة وانا أقوله ما عيب وبس انته متو وانت خسرت فيها فلوس ومن خلاله يستخدمون المدينة لتصوّب التقنية هناك خبارة يمكن أن تصوّب التقنية لا يمكن أن تصوّب التقنية هل تركض المشاهدون عنه؟ هناك ملاحظات اليوم عن البواب ونمع منزّة الرقمية خاصة تلقي طلبات الجمعيات هناك مشكلة قد تجوّد ويجعل تتجربة ولو فأف مشاكل كيغان المؤسد، الناس هم كعفوش يدخلوا بعض المعروس، وخائين كان أنا كجمعية صعية بنقول أنا ما كان عارفش ندخل ومع ذلك، مرغم الاختلالات، هكذا المقاوة اليوم لما يتعلق كل ما يتعلق الشفافية ورق معناه وكذلك الانفو كتبدأت توضح وكتحط المعطاية وكتبدأت معايا، الناس يترجعوا وكيخافوا ليس لأن النار المنصة خائبة، لأن النار في الدخول بالنسبة لك، أي وجدنا في حلق الدرويدات عن ريهينات في عام 2025 و2030، ونحن لماذا المجتمع المدني قادرر يسوق Dakota وأتعلم مدنيه في هذه الأدبات؟ في حقيقة، يجب أن نبني المجتمع المدني كنا نوالي، ونحن المجتمع مدني مبعد يدفع في السادة الخارج ونحن بأطول للمشكل وعشن ونعلم خمسان لامدراك لا أعتقد أنه لا أعتقد أنه لا أعتقد أنه ليس هناك آخر هناك أشخاص أقطاب اليوم التي تجمع إما أقطاب الاجتماعية والأقطاب الثقافة والرياضية وهي فعلا عمل في المستعبوبين وهناك أشخاص المبادرة الوطنية وهناك أشخاص الذين يشعرون أنه يشعرون وهذا الشيء الذي هو الأكثر الأغلبية العدد الكبير لا أعتقد أنه يمكن أن يحقق يجب أن يطلب من المال ويجب أن يجب أن يكون بالله لا ينصنع ولكنه يمكن أن يكون الشركتين في الأنمية لا يوجد أن يصلوا على مدنية تصبح مدنية وقال يجب أن يكون ما يجب أن يكون لا نقوم بإمكانك تصفير إلى الدولة سوف تصفر أما يتم أن يكون حيث أن يجب أن يتصفر هذا هو المبادرة هذا هو المبادرة إنه يتغطي للجمعيات. إن كان هناك يدوح الظنائق ونقار سياسي. في الوضع حيث لا تشكر. كم تشكرون 400 مليون أن تؤسع إلى 1،200. وفرقة تتوصله إلى 1،600 أو 1 مليار. ما هي الملاك الملكة؟ وماذا في الإختصاص لك؟ لا. لما أنت لديك جمعية لديك مصادر التمويل وقد تبدأ مصادر تشاركت. بل ما تحصل الجمعية؟ لا أدخش لك من البدياقة. أنا أقول لك أخي صحيح لدي جمعية. ما يقدر مجلس المدينة الدارة يأخذ هذه الخطوة الجريئة ويقول أن الجمعيات الدعم دياله مبقيناش ولأنه قانونيا ملتب هو ما نحقه في سدد دياله وفي تصور دياله وأن هذه المبالغ المدينة اللي كان جمعها من الترائيب وكذا ما بغيش نصرفها في هذه القرطة ديال الجمعيات ما حقه ما هي قانونيا ما هي قانوني القرار دياله ما شبون نتهمه ما شبون زي ما نعطيه ونحوولا ما أريد أن نتجارة الإنتجارة ومشي الأسواق ما تحوّل من هذه الزلزال ونحوّل لدينا خاصة ودهبا كان جمعية اللي همها حقيقية عندها في برو دياله خدامين عليه وطبعهم بسواء أهل هوا ميش واللي هم بتبتتها النجاة دياله أو على أداتهم مثلا اللي قدامه في قطاع الاطفال التخيم ركا جواء خدامة لا دعم بلوال وخدامة لمن يجيعونها الطريقة يتكبش لتشغل وغريب في الدبلوماسية الموزيرة خدامها بالدعمها الخاص هذه الجمعيات التي عندنا ندعمها في شكل كبير وفعلا الجيار تتشتغل معهم لأن الجيار في حطار اللجنة للشباب تتشتغل مع الجمعيات الكبيرة غير هي غير تتأخذ من عندها المعلومات ولكن الكنتوري تتبنى هي كجيار كمؤسسة المتخابة بالنسبة لك سيوسف أدرها على رؤية المجلس المدينة الداربيضة وش الناس الذين يتدبرون بمدينة الداربيضة لديهم رؤية التي تتعامل مع ذلك ونرى ما نعودون في السيناريو وقال إنه يتعامل رؤية ذلك وانا كان نقول أن في الخطر كان مقاربة كان مقاربة النائبة أو مكلفة وكان مقاربة أخرى مختلفة في نفس الخطر لديهم الجمعيات والجمعيات التي تكون لديهم في نفس الخطر لكي نشتغل بيوم أو يكون شارك ليس نعزل هذه التقافية مع التعامل هذه الرياضة التي تتعامل تنافسية تظاهرات أخرى كان نفصل فيها وكان نخلق منه جيوب صغيرة أخرى لكي تتطرروا كل ما تتبقى اليوم المفروض لديهم القيطة التي تتعاملها لديهم الأقل المقاربة لكي تتخيلوا وكي تصوروا هذه المشروع ونحن نعلم بها كما تتبقى من الأولى الانتدابي ومفرض أن يتعاملوا اليوم لأسف لن أجل لأن أول مرة أجل لديهم سميسو وقالة ثالثة أو أربع مرات وقالة أجل وقالة أجلسة لديهم خزينة لأجلسة لأن هذا يوجد كل ما يتوقف لدرجة أن ينقطع أخذ المال مثلا ينقطع الاجتماعي وينقطع أخرى وينقطع أخرى وينقطع أخرى لا أعتقد أن يمكن أن تنضج من شهر أو شهر يحتوي على أهمال ويحتوي على إعادة لأن الناس يريد أن يتبقى هذا المال لديهم ويجب أن يتضغط المتخابين ويجب أن يتضغط الجيوب ويجب أن يتقاوم أي شيء يمكن أن يكون شفافية ومسؤولية ومحاسبة ويجب أن يكون حالة تتبع ويجب أن يتضغط المجلس المدينة أو المكتب مصير هو في عطلة في الجانب هذا من هذه الأمور ويجب أن يتقاوم بأن كتابين القطاعات ويجب أن في القطاعات أخرى ما أقل فيها كتابة 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 كل مقاشف عن مجلس المدينة لأن الجمعيات ونشايا مقاشفة ونشايا وعجب أن تنشائط كل مقاشفة لقام المنظمة لما يتم القطاعات منتج المدينة لا يتم تتدأس كتابة التي تقالت عن سر قطاع الصرف المنظمة وقابة تنشأة لبنظمة تجارة لأنها شركة تجارية تتخذ فيهم. بالفلوس من المدينة التي لا تجدها رؤية. هذه المدينة لا تجدها رجانات نفسها. تجدها لا تصوير أو قيم المدينة الضال بيدا. شكرا جزيلا عن قبل الدعوة. شكرا جزيلا على قبل الدعوة. شكرا جزيلا. المتتبعي قناة أنفاس بريس وإلى نقاء في حلقة جديدة من برنامج كازا سيتي